أو اللواء الأخضر كما يسمونها أهلها تبعد 170 كيلومتر جنوب صنعة هي ثالث أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان الذي يصل لنحو ثلاثة مليون نسمة محافظة إب سقطت بيد الميليشيات الحوثية بعد مقاومة لأشهر عام 2015 ومنذ ذلك الوقت تستيقظ هذه المحافظة على جرائم يومية على يد الميليشيات الحوثية قتل، اختطاف، مداهمات، نهب للممتلكات كذلك أحرق الميليشيات الحوثية وأحرق الحوثيون عشرات المنازل والمزارع التابعة لشيوخ تلك القبائل التي انتفضت ضدهم كما أن معدل الجريمة في محافظة إب ارتفع بسبب عصابات القتل التابعة لقادة الميليشيات الانقلابية الذي تسبب بقتل وإصابة 350 شخصا خلال الستة الأشهر الأخيرة فقط اليوم تتحدث أو تحدث تقرير لمنظمات حقوقية عن أكثر من أربعة آلاف انتهاك في محافظة إب عام 2021 هذا هو المشهد اليوم من محافظة إب اليمنية ترجمة نانسي قنقر